إعلام يقوم بدور محوري في مرافقة مجهود القوى الحية والسواعد التي تسعى إلى خدمة وطننا المفدى وتطويره وضمن هذا المنظور فقد أفرد السيد رئيس الجمهورية ضمن التزاماته الأربعة والخمسين حيزا هاما لمسألة تطوير الإعلام بصفة عامة والعموم بشكل خاص حتى يرقى إلى مستوى يجعله فاعلا حقيقيا في مسيرة بناء المجتمع وتطويره